إذن ونتابع معكم آخر المستجدات في تحليل أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا سيد ساركيس تزار محل الأسواق العالمية في إكوتي جروب دائماً سيد ساركيس اليوم الأسواق الأوروبية على موعد مع اجتماع المركز الأوروبي والذي من خلاله سنبدأ إما بسماع عكس اتجاه السياسة النقدية الحالي نحو التشديد بعد عشر سنوات من بقاء المركز الأوروبي دون تحرك إلى أي حد أنت متفائل ربما بأن المركز الأوروبي على الأقل سيعلن متى وكم سيكون عليه رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم النهاركم سعيد بالفعل يبدو أننا بانتظار اجتماع تاريخي لم نشهد مثله منذ عشر سنوات مضت في البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه صعوبات وتحديات بالغة في قراره هذا اليوم الذي من المرجح فيه أن يثبت أسعار الفائدة المرجعية عند أدنى مجتوياتها على الإطلاق الصفر في المئة كذلك فوائد الإيداء عند السالب خمسين نقطة أساس أما بالنسبة لفوائد الإقراض فهناك بعض الآراء التي تشير ربما سيقوم برفعه لكن باعتقالي ربما سنشهد تثبيتها عند خمسة وعشرين نقطة أساس لكن التركيز هذا اليوم قد يكون على موعيد متى سيتم بدء رفع الفائدة وكم هو المقدار الذي سيرفع فيه الفائدة البنك المركزي الأوروبي والأسواق المالية حاليا تتوقع أن يشير إلى بدء رفع الفائدة الشهر المقبل لكن ليس هذا فقط هو التحدي الذي يقى أمامه البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة وإيقاب برامج شراء الأصول للتصدي لمعدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق في منطقة اليورو عند 8.1% لكن المعبة التي يجب باعتقاد أن يتطرق لها البنك المركزي الأوروبي ربما في المؤتمر الصحفي هي أسواق السندات هناك بعض الدول التي تعاني من ارتفاع في عوائد السندات أذكر منها إيطاليا أذكر منها اليونان كذلك لا استثني البرتغال التي ترتفع فيها عوائد السندات 3-2% أيضا مقارنة في ألمانيا عند 1.33% العوائد السوقية لهذا اليوم يجب على المركزي الأوروبي أن يراعي أسواق السندات عندما يبدأ بالإعلان عن متى ومقدار رفع الفائدة فلا يريد البنك المركزي الأوروبي أن نقع في مشكلة في أسواق السندات عندما يبدأ فعليا بالإعلان عن رفع الفائدة لكن بشكل عام اتقاد البنك المركزي الأوروبي سيلمح هذا اليوم إلى بدئه برفع الفائدة الشهر المقبل ربما بخطوات بطيئة نوعا ما ربما ستكون بـ 25 نقطة أساس كبداية مع الإشارة إلى أنه سيستمر في مراقبة الاقتصاد واحتياجاته لكن النقطة الجوهرية التي أرجو أن يلطرق لها البنك المركزي الأوروبي هي كيف سيحمي أسواق السندات من أي عمليات بيع في بعض الدول التي أشرت لها خشية حصول بعض التعثر في تلك الأسواق قبل بداية رفع الفائدة الحقيقي عندما سيعلن عنه هذا اليوم طيب بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية كذلك نترقى بيانات مهمة نتحدث عن مستويات التضخم هناك التي لا تزال يعني بعد مستوياتي الأعلى منذ حدود أربعة عقود يعني برأيك الآن في ظل هذا الترقب الذي نشهده أسواق الأسهم يعني المخاوف التي تحيد الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية كيف نترقب هذه التصرفات سواء في أسواق الأسهم وكذلك بالنسبة لحركة الأسواق الأخرى الآن بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية هي تعاني بالفعل من مخاوف رفع مستمر بأسعار الفائدة الآن هناك توقعات في الأسواق بحسب مجموعة سي أم إي بأن يتم رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المقبلة أتكلم عن هذا الشهر والشهر المقبل وشهر أيضا تسعة المقبل هذا الرفع الكبير بالفائدة يوتر أسواق الأسهم مع انتظارنا يوم غد لبيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين المتوقع أن يشير إلى استقرار التضخم عند 8.3% وهو قريب من أعلى مستويات منذ أربع عفوة كما تفضلته هذا قد يكون له تأثير عميق على أسواق الأسهم أسواق الأسهم الآن تراقب الارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج تراقب الارتفاع في أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج على الشركات وهذا الأمر بحد ذاته يضعف من أداء أسواق الأسهم وهذا أيضا قد يبقي على القلق في أسواق الأسهم وحالة من الترقب والتوتر بيانات التضخم من أظهرت يوم غد الجمعة ارتفاع غير متوقع فربما ستتزايد أكثر احتمالات رفع الفائدة حاليا من المتوقع أن يرفع الفدرالي الفائد حتى نهاية هذه السنة أو تحديدا في اجتماع الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل إلى معدلات بين 2.75 إلى 3% وربما حول 3% لكن إذا ثبتوا بأن التضخم سيرتفع أكثر فهنا قد نشهد رفع أكبر وبالتالي ضغوط أكبر على مؤشرات الأسهم الأمريكية ينتقل التأثير أيضا لمعدلات أسواق الأسهم عالميا نعم سيد السركيس في ظل التوقعات بأن التضخم سيسجل هذه القفزات الكبيرة أيضا نشهد استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى أي حد تعتقد أنه لعبة أسعار الطاقة ستستمر في دفع المستهلك إلى القلق حيال الركود المنتظر وخاصة أنه كل الخبراء يقولون أنه ستستمر أسعار الطاقة بالارتفاع نجد الديزل والبنزين تستمر بالارتفاع وتصبح الكاهل للمستهلك العالمي صحيح ارتفاعات في أسعار الطاقة تعتبر ارتفاعات هائلة ومستمرة ومدعومة بمخاوف كفاية المعروض في الأسواق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس رغم أنه أظهر ارتفاع غير متوقع مقداره مليوني برميل في الاحتياط التجاري لكن هناك انخفاض واضح في الاحتياطيات الاستراتيجية انخفاض أيضا في الصادرات الأمريكية للنفط وانخفاض في نقطة التسليم كاشين كل هذا يوضح لنا بأن أسواق الطاقة حاليا قلقة جدا وهناك أيضا تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية لأوروبا أشارت فيها إلى احتمالات عاجز في المعروض خلال فصل الشتاء المقبل كل ذلك بسبب التوترات الجيوسياسية كما نعلم ارتفاع أسعار الطاقة ربما سيستمر بالفعل أتوقع أن نشر المزيد من الارتفاع في أسعار النفط إلا إذا شهدنا طبعا تعويض للإنتاج الروشي ويبدو هذا حاليا أمر صعب بالتالي ارتفاع أسعار أدوات الطاقة مؤثر جدا في الاقتصاد العالمي أستطيع أن أقول الآن بثقة بأننا حاليا نعيش مرحلة تشابه إلى حد كبير عالميا الركود التضخمي وهي حتى حالة أسوأ من الركود المعتاد مثل الركود الذي شهدناه عام 2008 وكذلك إخلال جائحة كورونا الركود التضخمي شهدناه في فترات في ثمانينات القرن الماضي وهو أمر مدمر للمشتهلك يغير العادات الاستهلاكية مضر جدا للشركات ومع استمرار اتفاع أسعار الطاقة فأعتقد بأن الأسواق المالية تحضر نفسها الآن والمشتهلكون أيضا يشهدون عندما ننظرون حولهم إلى الارتفاعات الهائلة في الأسعار التي يرافقها انخفاض في النمو الاقتصادي والنشاطات الاقتصادية بالتالي نحن الآن في أجمة اقتصادية الأسواق المالية تتعامل على هذا الأساج وتترقب ما هي الخطوات المقبلة للبنوك المركزية والحكومات حول العالم حتى تخرج من هذه الأجمة مما قد يبقى على الضغط طالما استمرت أسعار النفط بالارتفاع نشكرك سيد ساركيس سنزار وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب شكرا جزيلا على ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا على ترجمة نانسي قنقر